يا مسائل الفل يا بنات معيك وشريفة حمدي ان شاء الله سنقدم هذا الموديل هذا هو شكله في الاخر بعد ما تفصل اتبعوني عشان تعرفت عملي ازاي هذا شكل تاني لي برضو شيك جدا لما تحط عليه زراير هو ده بالضب الآن يا بنات انا القماش بسموه على اربعة بطبق على اربعة بسوي القماش بتاعي من فوق احنا هنعمله ان شاء الله مقاسة يلبس من سنتين لأربع سنين دولتي بعمل حردة الرقبة زي ما اتفقنا ستة سنتي وانزلت اثنين سنتي من ناحية مقفولة وعملت الدوران وده عرض الكتف عملته عشرة سنتي وهنزل على حردة البط واثنين سنتي ده ملي الكتف اسفل بوصله بالرقبة انزل حردة البط حوالي اثناشر هي المقاسات ده صغيرة جدا جدا جمال لان ده مطته عالية جدا بوكلت يعني او اسمه هو وماش اسمها رب او دربي لها كزا مسمع او خط بالطول وخط بالعرض لان حردة البط دلوقتي انا بقيس الطول اللي انا عايزة كيه هو عرضه كان اه ست وشر طوله هيبقى خمسة واربعين المقاسات دي مقاسات بنتي انا جماعي يعني مش مش شرط انا بنتي جزي ما اتغنم اوي نفس ما اثرت اطفالك دلوقتي هاخد الحردة الامامية حردة الرقبة الامامية نزلت ستة سنتي هلف بيها ستة سنتي زي ما اوريكو في الفيديوهات الابل كده لو حد شايف ان الفيديو سريع او حاجة يراجع في فيديوهات القديمة هيلاقيني عاملها ببطء شوائي دلوقتي هبتدي قص الحردة الخلفية للرقبة بعد كده ميل الكتف انا نزلت في ميل الكتف دي جماعي هو واحد ونص سنتي في المقاس الصغير انا بساوي قماشي بس كده والقماشي دي فول الكرة يا جماعي علشان كده المقاسات عاملها صغيرة لان انا عايزها على قدها بالزبط مش حاب انه يبقى دلوقتي حردت البطن انسيت عاملها في الاول عاملها معاكو دلوقتي طلعت من الزاوية واحد ونص وحطت نقطة ولفت بدوران بسيط هو عشان مقاس طغنه خالص فتحسوا ان الحاجة صغيرة جدا وعرضه 16 ده عشان فول الكرة لكن هو القماشة مفهاش مطع تبقى مقاسات تانية خالص يعني انت بتاخد حوالي 16-17 في الحاجات اللي مفهاش الكرة بفتح الجنب سوف تجد معاكو جنب مقفول وجنب مفتوح سوف افتح الجنب المقفول سوف اشيل الخلفي لكي اقص الحاردة الامامية سوف اقص الحاردة سوف اقص الحاردة اقص الحاردة كنده انا بقامل معاكو وبرده تمسك عرض القماش تقسيم التبقي على اربعة دي الحتة اللي كانت بقايا دلوقتي انت نزلت في حردة الباطئ 12 تجيب يتميلي المظهورة كده تشوفي 12 هنا جت 13 مش مشكلة انا عايزة زيادة عشان اعمل كومي زي ما قلتلكم من فوق وفي قسراء باخد خط كده وباعلم يعني فين ال 13 او ال 12 واقسم ال 13 دي اتنين مثلا هي جت مسلا سبعة ونص او ستة ونص وبعد كده ارجع اقسم اللي انا اسمته ده اقسموه على اتنين تاني الجزء اللي انا بشاور عليه والجزء التاني برضو بتقسمي اتنين وتحطي علامة انا كده كده هشرح لكم بعد كده يعني لو احطوا وبعد كده اخد خط الجزء الاولين اللي انا اسمته الاثنين ده تلعي سنتي فوق والجزء التاني اللي انا العلامة اللي هي في النص تنزلي سنتي طاع وتاخدي دوروان كده تلفي تعدي السنتي اللي فوق وبعدين تعدي السنتي اللي تحت اللي احنا قلنا هننزل سنتي تحت انا هشرح لكم القمة مفصل لو حد مش فاهم بس على حاجة اكبر لان الاطفال يعني مش بيبقى فيها واضح اوه هيا اخد بقى المعصة ما قد ايه انا عملته هنا ستة سنتي حوالي ستة سنتي عشان ده فول لكرة المقسات دي مش شر تبقى مقسات اطفالك ده مقس بنتي فانا عايزة مضبوط عليه هوصل بقى النقطة اللي فوق دي بالنقطة اللي اخدناها عند المعصة شايفين ده بقى شكل القمية هوريكو طريقة تانية برضو ترسموا بها قمة دلوقتي دي انا عشان انا عايز اعملو قمة بف او قمة منفوخ هطلع من عند النقطة اللي قبل الاخيرة واطلع نفس الدوران كده بمميلا بدوران كده بسيط هوريكو دلوقتي لو انتو مش هتعرفو وتعملو اللي انا عملتو تعملو حاجة بسيطة تانية هو تاخدو بس دوران تلفو دوران في المقسات الاطفال مش بيبان اور يعني لو عملتي دوران خفيف كده مش بيبان او تمسكي حردة الباط دي حردة الباطة هي تاخدي الجزء اللي من عند الكتف ترفعيه اللي فوق كده شوية وتلفي تنزلي حاجة بسيطة كده عند اللي اتنشر اللي احنا علمناها او التلاتاشر وتلفي بها كده اللي مش فاهموا القمة انا هعمل فيديو مخصوص لوحده للقمة عشان تقدروا تفهموه على حاجة كبيرة هيبقى اوضح بكتير انا كده قصيت اسلموه يا جماعة لتشجيعك اللي هيبقى فرحونة جدا بتعلقاتكم اللي نفسه في حاجة انا في زهاله يبعت لي يعنديش مشكله اللي انت عايزين ان شاء الله كله هعمل دلوقتي ان عملت فورت هشرح لكم برضو الفورت ده بعد كده يعني في نص العلامة نص الكتف كده بخايت دلوقتي الكتف مع الكتف نفلنا الكتاف نفلنا الكتاف اهي الفورت ده هو اللي بخطه في نص الكتف بصوه ده ده خياط الكتفين مع بعض نص الكوم بيبقى مع نص الكتف مع الخياط الكتف او الفورت اللي انا خده باش اقول لكم ده من تحت الباد باخد مع اول الكوم انا هنا عشان هعمله وبف فده لي طريقة ن bung كل هذا بس نص الحردة الباط ومن ناحية تانية لنص حردة الباط احطم انتقلت من اول الكوم والفورت مع الفور او مع النص احطم من اول الكوم ونلف الحى من نص الحن وامتي من ناحية تانية لمنص الحردة احطم انتقلت ه serpent كاتف نعمل لكم فيديو للقم البف الوحده والقم العادي الوحده سأخذ بقى اخر القم مع اخر حردة البور وخيط لحد نصف حردة البور اخر قمت بخير سأخذ كشكشا سأخذ بالطريقة كشكشة سأخذ كشكشة فتحة لخير جديل الجزء اللي مش متخيط ده ده البف بتاع القم من فوق هعمل ايه بعشان اكشكشو وسعي العيار بتاع الغرزة يعني الغرزة خليها واسعة اخيط الجزء ده دا يرمي دول كده اهو هلف على المكانة وسعت الغرزة عملت فرماتورة في الاول هلف القبة دي كلها كده بالمكانة نسب شوية خط في الاخر هطلع غرزة كده واحدة ورح شد الخيط بسها هيعمل شكل جميل ازاي بيعمل بف بيعمل علوة كده وبيعمل كشكشة حلوة جدا في ناس بتتني بس ما بيديكيش العلوة ده طريقة دي حلوة جدا ان هي تتديكي البف ده بتدوري بقى على على الفرد وتحطيه مع راس الكتفة اهو انا بدور على الفرد فين واحطه مع الخياطة بتاعت الكتفة ده قلنا من ناحية المقفول من ناحية الكم بنعمله واحنا ما بنقص الكتفة عشان يعرفك يعني نص الكمه فين بالزبط عشان تحطي النص على 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 راس الكتف عشان الكشكشة تبقى مظبوطة قدام ومظبوطة وراه لو في زيادة في الكشكشة حاولي تنيها ها هو بتخياطي بتسيبي صمتي طبعا مشان الاوفر لابس الاطفال يا جماعة لازم تتقفل اوفر ضروري لان هما جسموه محساس غيرنا ها بصدوه مبدي على هو حلو ازاي مبدي ابف ازاي زاي الجاهز بالزبط من هو الصور حتى ظلمه اهو هاشوف الفرط في الكتف التاني كم التاني هدي ده شكل الكم يا جماعة بيبقى كده الفرط ده اللي هو في نص الكم هاخد اول الكم مع اول حردة الباط اهو بداية الحردة الباط دي فتحة الرقبة ودي بقولك حردة الباط اهو باخد كده الفرط في نص الخياطة بتاعة الكتف الفرط ده يعني علامة افضل عيد لحد ما تفهمه قصدي ايه اهو اول الكم مع اول الحردة وخاية الحردة نص لحردة الباط عشان اكشكش البيئي يا بنات متنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان نوصل الى اخرى اكبر عدد ويتقدروا مجهود الواحد يعني بجد الموضوع مش سهل ان الواحد يقعد يخيط ويصور ويخيط ويعمل مونتاج ويسجل موضوع كبير يعني فالواحد بيعمل مجهود فتقدروني بس وتعلقوا يعني يحس ان فيه حد بيتابع معي ويريد اللي ينفس يصور لي بجد افرح جدا ويقعدوا 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 حد نصف حردة الباط ويقعدوا ويقعدوا انتبه ويقعدوا برزة واحدة ويقعدوا افرح مثلا الكشكشة ويقعدوا افرح ويقعدوا 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 سنقوم باقي حواري سنة سأفعله سلوبت جلد فيديو جالب جالب سوف أعطيكم السلوبت سوف أتطلبكم الطاقم على بعض بإذن الله شكله سيكون حفا جدا بإذن الله هذا يلبس من سنتين لثلاث او اربع سنة على حسب اسم التفا هذا يجب على المنظر ستقلبه كله دعوه وش في وش لان خيط الكم وخيط الكم هذه الخيطة العادية أهم شيء خيطة الباط مع خيطة الباط هذا أهم شيء لازم تبقي زبطها لازم الخيطة تبقى مع بعض وخيط الجنب المشاعر يفصل او يلبس بنته حاجة كذلك انا برضو فتحة جروب بفصل ويعملها جهزة لو حبينا بحط لكم لنك الجروب بتاعي بعرفوني في التعليقات خلص الزباط مع حاجة الزباط الخياطة مع الخياطة تسيبي صمتي الخياطة الـ لا تفهم حاجة جماعة يتعلق لي تحت في الكومنتات وانا برد على اي حد ومعنديش مشكلة سألي مرة واثنين وثلاثة وعنديش مشكلة المهم بس المعلومة تمثل تسيبي صمتي اتبه 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 مختياطة مع الخياطة هذه اهم النقطة اتبه 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 هتبه كيف تغفوني بالتعليقات انا كده كده ممكن اعمل قبل الزليا والبنتي هذا شكل شكلو جماعة بعد ما رافيت بقلكوم ورفيت الجزء الأخير من تحت قلنا ترفي عن الت تتني تانية 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 ندير رائبة جماعة بتغذية مقاس الرائبة تلفي كما انا بلف تغذين هاوريكوا تقفلوها بطريقة جيدة ممكن اعيزها ترفي ارفي بس انا بشوف ان اشياء كن نعملها بحاجة زي كده دلوقتي هجيب شريطة عرضها العرض ده 6 سنتي في طول حوالي انا نقصت من الرقبة 10 سنتي بقت 24 شاكت 34 خليت 24 عشان ده فيه لكرة عالية فكده كده هيدي مضة عشان الرقبة تبقى ملمومة وشكلها حلو دلوقتي هحط وش في وش وقفله دلوقتي هكذا دلوقتي هكذا في القمشة دي لان هي الوش من الظهر كده في لغبط يعني شبه بعض انا هوا حطيت وش في وش وهقفله الخيطة عندي كانت فكه شوية فروح تدايس على تاني في القمش دايما حاولت صغر العرو عشان ما تفكش وانتو كده كده هتقفل قفه اوه بعد ما قلبته هتنيه بقى نصين هتنيها نصين الناحية المفتوحة دي هوريكو هو اللي هنحطها على الرقبة هجيب الرقبة بتاعتك وتمسك من الكتف للكتف وتتنيها وتعملي فرط اوه علامة عشان نعرف النص فين حاجة بسيطة كده بتاخدي الخياطة والناحية اللي هي مفتوحة وتحطيها على الفرط ادي الخياطة الخياطة بتبقى في في الظهر جيبي حاجة جاهزة وبصي برا اهه حطناها على الفرط يعني كده النص مع النص هنخيط وتمسك الرقبة تفتحها مع الرقبة ياني الشريط الليук يفتحية مع الرقبة بحيث ان كله يبقى سوى واحد وكله مقطة واحدة اهو screwed ا screwing 침 اخيط ما اختصم تشد الشريط وشد الرقبة بحيث ان الاتنين يبقوا مع بعض أنفس نقطة واحدة هو مع الرقبة كلها نفتحها مع الرقب كلها. وهو هلفه وحاولي صمتي. كما عليكوها وعلقوهي عشان اعرف اللي انا المحتوى اللي انا مقدمة ده بيوصل لكو وعجبكو ولا لا. وشاركوه في القناة وياربتش ارى الفيديو ببدل اصحابكو لحد بيحب الخياطة. ده شكله في النهائي طبعا هيتقفل اوفر. يبقى حاجة تانية ويكوي وده شكله في الزلط الايخد. شكرا جدا ليكم واستنت على اكو الجميلة وتسلموني على تشجعه قليل.